على بركة الله مبارح كنا كلمت حضراتكم عن ما اسمته انا اللي انا سميته انا الفضيحة وهي الطريقة التي تم استخراك بها مجموعة من الاثار العريقة الحضارية التي لا تقدر بثمن من حي المطارية في محافظة القاهرة وده الفيديو اللي احنا عرضنا لحضراتكم مبارح دي فيديوهات اللي احنا عرضنا لحضراتكم مبارح وكلمت عن انه مستحيل ده رأيي شخصي مستحيل تبقى دي الطريقة العلمية الحديثة الاثارية المتقصصة لاستخراج تماثيل اثرية لودر ووينش وفوتة صفرة وحتة زفرة وناس الله اعلم مين دول هتقول لي يا تامر ليه بتقول الله اعلم مين دول هقول لكم لان المنطقة مفتوحة سدح مداح انا كلمت على شخص مبارح كاللبس جلبية واقع بجنب التمثال فالدكتور اعتقد كان اسمه ايمن عشماوي لو انا فاكر صح اللي هو رئيس البيعثة اللي بتنقب عن الاثار دي او رئيس الفريق اللي بينقب عن الاثار دي فقال لي لا ابو جلبية ده عامل متخصن اسم شعب كذا قلت له طيب على عيني وراسي والتلتمائة وخمسين اللي حواليه مين دول فقال لي دول بقى اهل المنطقة مع شوية اعلامين وصحفين كانوا موجودين ما عمش عارف كذا اللطيف بقى انه لا قبل ما اقول لكم اللطيف كمان فانا مبارح تشاكست وتشاكلت وشوية كده شديت مع الدكتور ايمن عشماوي في التليفون وقلت له يا دكتور انت المتخصص مش انا بس انا متهيق لي ان المستحيل يكون دي طريقة طب ابسط شيء لو انا مكانك يا دكتور كنت عملت ايه كنت كلمت الحي وكلمت المرور والدخلية وقلت له يا جماعة احنا عندنا كشف اثري عملاك يوم الخميس لو سبحته تعالوا الحي ينظم المكان والدخلية تأمن المكان تقفل الشارع تحط كردون تجيب لجنة توقفها تجيب اللي هو ابسط حاجة عارفين لما بنيجي نصلح بلاعة على مواخزة بلاعة باكافورت طافح لما بيجي نصلح ولا نسد باكافورت طافح في الشارع بتقوم الصرف الصحي ولا بتقوم المقولين العرب ولا الشركات بتعمل ايه بتقوم جايبها الشريطة الحمرة دي اللي هي بتلاتة جنيه وربع وتقوم حطها على اللقماع لمواخزة برضو وتقوم حطها كده بيقولك عفوا هذه منطقة عمل ممنوع الاقتراب ناسف للإزعاج ناس تبقى معاديها كنت تقوم بعدها ومشيا لكن انا مش بقى بسط بكافورت ولا بلاعة بطلع تمثال لرمسيس وتمثال مش عارف التاني اللي تحط مسبين ولا معرفش سيتي التاني ولا سيتي فسايب الشارع سدح مداح خصوصا انا بقى فين اعرف لو في الصحراء حقوله فيش حد بيعدي ده نفسوء الخميس على فكرة ده مش تسميتي هو اسمه كده سوء الخميس في حي المطرية يعني انا رايح سويقة ومش محضر نفسي الاجمل والادها بقى الاجمل والادها انه القصة خلصت ونمنى بالليل صحينا الصبح فجئنا بحاجة ألطف معلش بقى رائد ايوا الصور اهي ان الناس طلعوا الحاجات ومشيوا طلعوا الاثار ومشيوا فصحينا الصبح لقينا عيال بتلعب بالبسكليتة زي ما انتو شفت في الصورة اللي فاتت كده جنب راس رابسيس والعيال التانية دي قاعدة فوق الرأس هي بتتنطط وبتتصور وفيه صورة ثالثة بس انا مش هقدر ازعها لكم علشان محدش برة في العالم ياخدها يشوهن بيها صورة لكلب انا قاسف يعني صورة لكلب كلب كلب بجد كلب حيوان الكلب واقف جنب راس التمثال وبيعمل حاجة لطيفة بس مش هزيع الصورة دي عشان محدش يقول لني تامر امين هو اللي زع الصورة فبالتالي ممكن العالم الخارجي ياخدها ويزلنا بيها على طريق التعاملنا مع الاثار يعني اثار بهذه القيمة طب طلعناها الطريقة بلدي كده نسيبها ونمشي في سويقة العالة تتنطط وتتزحلق ومش عارف ايه والوادي اللي بنعب بالمسكريتة حاوليني تتنرسط مثال ده الى هذه الدرجة وصلت اهم درجة اهملنا باثارنا ما بلاها احسن والله ما كنا طلعناها احسن رامسيس و سيتي دول كانوا معززين مكرمين تحت الارض انا متأكد الراز دي لو نطقت كان قلت لك ايه اللي طلعني فوق الارض عشان اعبقى احيا في الف سبعتاشر الكل بيعمل كده عليا والوادي يقعد يلعب بالمسكريتة حوليني دراسي انا عرفت ليه اسم الدكتور ايمن عشماوي اسم على المسمى لانه جاي يعدم الاثار الحقيقة مش يحفظ على الاثار